هو فقط احنا كنا نحكيه في المربع امتاع الخطأ اللي هو جزء من اداء الصحف المهمة بتاع وكما كل القطاعات فما هامش الخطأ في اداء المهنة هذه مسألة محسومة ومعروفة شفنا مثلا مؤخرا في البرلمان تمت المصادقة على قانون يتعلق بالمسؤولية التبية اللي هو يتحدث على الخطأ التبية في كل القطاعات فما هامش امتاع خطأ اللي هو يجب ان يؤثر قانونية باش بيقعدش في الفرق احنا في الصحفة موجود الخطأ هذا في اداء المهمة وفيه يعني التزامات قانونية وفيه التزامات اخلاقية اذا كان نحكيه على الخطأ داخل الصحفة المكتوبة فانه حق الرد مكفول في نفس المساحة من الصحفة ويعني بنفس حتى طريقة كتابة الخبر اذا كان الخبر اللي تم نقله فيه اخلالات او فيه مواطن معينة مهيش حقيقية في علاقة بالصحفة المرئية والمسموعة انتم معناها المواطنين توانسا يسمعوا يوميا فيه ناس تطلب بالتليفون وتلبو حق الرد ويصححون بعض المعلومات الموجودة وبالتالي فانه الديناميكية في علاقة باصلاح الخطأ موجودة من الناحية القانونية وتطبق داخل كل وسائل الاعلام وفم وسائل الاعلام حتى تمشي للمربعات متع الاعتذار اذا كان هي معناها نشرت خبرا مشكوك فيه او موش خبر دقيق وبالتالي فانه الخطأ هذا يقعد ديما محدد من الناحية القانونية بالتعاطي معاه خارج الاتور الجزائية يعني اذا كان فم خطأ في الصحافة المكتوبة وفي الصحافة المسموعة والمرئية يتم التعاطي معاه بالإصلاح واحيانا بالاعتذار خارج المربعات المسارات الجزائية يعني من اخطأ في نقل خبر معين موش يمشي لحبس يعتذرها للخطاة يتم تصيح الخطأ اذا كان يمشي والمسارات المتطرفة جدا كما اللي صار في المرسوم 54 في المسألة دي تصبح مسألة غير منطقية تماما والهنا نرجع المرسوم 54 ونعاود نبني على اللي كان يحكي فيه خليفة راو المرسوم 54 ما عنده حتى علقة بالعلام هو يتعلق بالعصابات واللوبيات اللي موجودة في مواقع تواصل الاجتماع اللي حكينا عليهم نحن على امتداد سنوات طويلة واللي هي صفحات يعني كانت في فترة من الفترات عندها نفوذ كبير برشة اكثر حتى من نفوذ الاحزاب انا النجم قولك فما صفحات يمكن هي عندها ممثلين داخل التشكيلات الحكومية اكثر حتى من احزاب هي فازت في الانتخابات التشريعية وعندها نواب وممثلين وكانت فما صفحات هي اللي تعزل وهي اللي تعين وتقريبا تشوهت عدد كبير من ممثلين طبقة سياسية في تونس فما حتى رموز سياسيين في تونس تم تشويهم من قبل صفحات معينة وصفحات هذه عندها ارتباطات مادية ومالية بلوبيات معينة اللي هي كانت في فترة من فترات تحرك المشهد السياسي كما تحب وبالتالي المرسوم هذا رو في اصله وفي عمومه كان موجه للصفحات هذه وشفنا نحن حتى كل بيانة داك الاصدار على عدد من الوزراء اللي يحكي على بعض الصفحات ولو انه فهم كثير ما يتحكي على المسألة دية الصفحات هذه اللي شكون ترجع والمعارك اللي موجودة في الداخل خلينا من المسألة دية يطولوا شرحوها لكن في الوجهة العامة من مفترض نمشيه لهذا مش ننحرفه وننزلقه ونمشيه ويولي هذا يعني موجه اساسا للصحفين وفي نسبة اخرى موجه اساسا للسياسيين وموجه اساسا للمشاكل المجتمع المدني فما انحراف كبير يجب ايقاف هذا الانحراف ونراه في المبادرة اللي موجودة في البرلمان تتناقش هي ميش مبادرة مثالية رأي مبادرة موجودة داخل البرلمان لتعديل فصل 54 ميش مبادرة مثالية تتناقش في الكثير من جزئية رأي مبادرة دي من شأنها ان تحد من الانحراف الحاصل في تطبيق المرسوم 54 خاصة الفصل 24 منه وبالتالي نمشيه لتطبيق مثالي للمرسومة دي ونخرج من مسارة دي ومعناه حتى المقاربة اللي قاعدة تقول انه في متصفية حسابات سياسية اذا كمش نمشيه نحن لتعديل فصل 24 من المرسوم 54 نجمه تقريبا ننزف المقاربة دي ونمشيه في مسارات مثالية لتطبيق المرسوم 54 شكرا للمشاهدة